فيلمنا بيبدأ مع إرد بالغ اسمه رودريجاز وهو في شركة كاتلدين واللي بتكون شركة بحث وتطوير بتختصف تطوير أجهزة وآلات لتقديم الغذاء للأسر والأطفال وبيستعبر رودريجاز الدكتور جودفري ومساعد الدكتور ديمتري اللي بنا قلة تجربية اسمها المبدد واللي بيكونوا آملين في إن المبدد هيساعدهم عشان يسمح للأهل إنهم يفهموا لغة الأطفال الرضع وبيحطوا الإرد رودريجاز في الآلة وبيخلوا يتكلم مع إرد طفل وبيبقى عندهم أمل إن رودريجاز هيتكلم ويفهم لغة الأرد الطفل ولما بتعمل التجربة بتفشل وبتكون النتائج معاكسة للي كانوا متوقعينه حس إن لما بيخرج الأرد من الآلة بيبقى لابس حفاضة وبيتصرف كأنه طفل وبيطلع إن قالت المبدد حوليته لطفل بالكامل كتصرفات مش بس كماظر وبيبقى الدكتور جودفري يومي الدائق جدا لإن المفروض إنه يعرض الجهاز ده لمديره وإن بعد فشل الجهاز هيكون جودفري في مشكلة كبيرة وبنروح لملعب أطفال في أطفال من المرحلة اللي ابتدائية منهم سامول وأخته كارلا والطفلين سو جاسبر بيلعبوا معهم على المرجيح وبيشتكي سامول لصاحبه من أهله اللي بيعاقبه على أقل الحاجات اللي هو بيعملها وبتسمع أخته وبيتدفع عن أهله وهي بتقول إن سامول اتعاقب عشان كان بيلعب بالأكل وما بيقدرش النعمة وبيتعصب سامول وبيقول لأخته إن على أي حال أهله متسلطين دايما وخنقينه وهم بيعملوا قواعد عشوائية في البيت عشان يدمروا له فرحته وبتقول كارلا إن لو أخوها بقى المسؤول عن البيت البيت هيبقى عبارة عن فوضى بس سامول بيفضل يتزمر وهو بيتكلم عن أهله وبيقوله إن ممكن يتولى مسؤولياتهم ويحل محلهم ويعمل ده بسهولة وبيقول إن لما يبقى عنده أطفال هيخليهم يعملوا كل اللي هم عايزينه وبينضم للأطفال زميلهم تشاز اللي بيكون ابن الدكتور جودفري ولما بيسمع حوارهم بيقول إنه بيحب أبوه ولكن كان نفسه إن أبوه يقضي معه وقته لأنه دايماً مشغول وبيوصل أهل الأطفال عشان يخدهم للبيت وبيتفرج عليهم تشاز وهو حزين وبيبقى مستني مع مدرسته لمدة ساعة لحد ما بيوصل أبوه أخيراً عشان يخده للبيت وبيكون تشاز متضايق فبيديله أبوه علبة فيها في شرب الكراميل اللي تشاز بيحبها وبيسامح تشاز أبوه وبيبقى سعيد ولما بيروح سامول وكارلا لبيتهم بيشوفوا هناك جدهم جاك وجدتهم مارثة وبيعرف إن الطفلين إن أجدادهم رايحين لرحلة وبيحاول روبرت أبوهم إنه يحضن ابنه بس سامول بيكون حزز بالإحراج من أبوه مش بيحضنه وبيقوله إنه كبر على التصرفات دي ولما بيساعد الطفلين لأنهم يروحوا مع أجدادهم لبيتهم بتقول أمهم دينيس إنها لازم تفضل في بيتها عشان عندها شغل طارق وبيقرر روبرت إنه يفضل في البيت معها ويسيب أطفاله مع أهله لوحدهم وبيكون الطفلين متضايقين لحد ما جاك بيقولهم إنهم هيقضوا وقت ممتع مع بعض وبيتحركوا وبيروح جودفري لشغله ومعه ابنه تشاز في الوقت لسامول وكارلا في طريقهم لبيت جدهم وبيقول سامول لأخته إنه لو كان هو المسؤول عن عائلته كان هيروح مع أطفاله ومش هيفسدوا عطلتهم بسبب شغلة مالوش لازمة وفي شركة كاتل داين بيعرف جودفري ابنه عالطفل إليكسيا ابن زميله دمتري وبيروح جودفري قابل مديره واللي بيكون مستعجل عشان يشوف قلت المبدد وبيوريه جودفري أجهزة واخترعات سخيفة عشان يلهيه عن قلت المبدد الفشلة بس المدير بيهدده إنه هيفصله من الشغل لو ما ورلهوش قلت المبدد فبيضطر جودفري إنه يوري للمدير المبدد اللي لسه مش جاهز وفي بيت الجد بتشوف مارسة شهاب في السماء من شباك قط الأطفال وبتقولهم إنهم يتمنوا أمنيه بسرعة قبل ما الشاب يختفي وبعد لما بتخرج مارسة وجاك من القوضة بيتمنى سمول إن الأطفال هم اللي يحكموا العالم وبعدها بينام وفي شركة كاتل داين بيطلب جودفري من ابنه يكون متطوع في التجربة عشان يوري للمديره طريقة عمل قلت المبدد وبيكون اتشاز متردد ولكن أبو بيأكد عليه إنه ما كانش هيعمل ده وكان فيه نسبة 1% خطر على ابنه وبيوافق تشاز في الأول ولكنه بيغير رأي وبيزهع أقلبه عشان يستخدم ابنه زي فقران التجارب وبيقتع تشاز أسلاك الآلة وبيخالها تقطل وبتبدأ الآلة في نشر غاز أبيض بكمية كبيرة بتغطي الشركة بالكامل وكمان المدينة اللي هم فيها ولما بيهدى الدخان بيتكلم تشاز مع أليكسيا وبيلحظوا إنه كل البلغين بيتصرفوا زي الأطفال بالضبط وبيحاول تشاز إنه يعرف إيه اللي بيحصل وبيعرف إن الجهاز المبدد تتعطل وده أدى لتسرب غازات في المدينة في محيط التمنتالاف كيلو وده أدى إن الأهل بقوا بيتصرفوا زي الأطفال والأطفال بقوا هما اللي شايلين مسؤولية أهلهم ونضجوا وبيبقى ساموا لأخته في طريقهم لبيتهم وما بيكونواش اتأثروا بالغاز وبيعرفوا بسرعة إن العالم بتشقلب وبيشوف إنه كل اللي بلغين بيتصرفوا زي الأطفال وكل الأطفال بقوا ناس مهمين جداً في المجتمع والأطفال بتسوق عربيات وبيبقى عمدة المدينة طفل وبيبقى فيها أطفال إطفاء بدل رجال الإطفاء وأطفال شرطة مليين الشوارع وبيحافظوا عن نظام وبيبقى ساموا لفكر إنه أمنيته تحققت وبيبقى سعيد جداً وبياخد جولة في المدينة وهو فرحان وبيتقبض على مارثة وجاك بسبب إنهم سئين عربية وهم قصرين في نظر الشرطة الطفل اللي هم أصلاً الاتنين عواجيز وبيشوفوهم ساموا لأخته وبيروحوا معهم لقسم الشرطة وهناك بيقابلوا جاسبر صاحبهم اللي بيكون زابط ما كان أبوه وبيتعرض جاك ومارثة على المحكمة وبتكون القاضي عبارة عن طفلة وبتزعلهم على إنهم كانوا سئين عربية وهم قصرين السن ونهم تجهلوا إشارة التوقف على الطريق وحاولوا يرشلوا الزابط ببسكويد وبتحكم عليهم بـ 25 سنة سجن وبيبقى ساموا لأخته مفيش حاجة في إيدهم يعملوها بخصوص جدهم وجدتهم وبيوصلهم جاسبر لبيتهم ولما بيدخلوا البيت بيلقوا إن البيت عبارة عن فوضى وأهلهم هم اللي تسابهوا في ده بسبب تصرفاتهم الطفولية وكمان روبرت ودينيس بيندهوا على أطفالهم وبيلقبوهم ببابا وماما وبيستغل ساموا للموقف وبيخلي أهل ينظفوا البيت وبيبقى متصلط عليهم زي ما كانوا بيعملوا معاه وبتبقى كارلا متضايق من أخوها بسبب إساءته لاستغلال سلطته ولكنه بيقول لها إن ده وقت رد الأهل واللي كانوا بيعملوا فيه وبيخلي سامول وأخته وأهلهم يغسلوا أسنانهم ويستحموا قبل ما ينامه وفي تاني يوم بيتنطط أهلهم على سرير سامول وبيخلوه هو وأخته يعملوا فطار وبتخبط سو على الباب واللي بتكون وغدى وظيفة أمها واللي شغالة مع دينيس وبتكون سو جاي عشان تاخد معا كارلا للشغل عشان كارلا عندها تقرير مهم في اجتماع وبتساعدها سوعة لأنها تنقل ملابسها اللي هتروح بها الشغل وبتنقل فستان اسود بعد لما دورت في كل الملابس اللي في الدولاب وقبل ما بتمشي كارلا للشغل بتقول لأخوها إنهم لازم يتصرفوا وينقذوا جدهم وجدتهم اللي في السجن وما بيبقوش عارفين إنهم بيقضوا أحلى أوقاتهم في السجن وبيرقصوا وبيغنوا فيه وبعد الفطار بيسوق سامول عربيت أبوه وبيوصل أهلوا لمدرساتهم وفي الشغل بتدي المديرة نسخة أصلية البوستر دعاية لكارلا وبتطلب منها إنها تعمل منها 20 نسخة عشان التقرير وبتبقى كارلا أمرها ما تعاملت مع مكانة طباعة وبتقع على المسح الضوئي بتاع الطبعة وبتطبع صور كثير لدراعة والشها وبعد لما بيفضل حبر والورق من المكنة بتحط كارلا النسخة الأصلية في مكانة تقطيع الأوراق بدون قصد وبتوصل صوبة خليها تتحرك بسرعة عشان الاجتماع فبتجيب كارلا الصور وبتروح بيهم لغرفة الاجتماعات وأثناء الاجتماع بتكون العميلة معجبة في وستان كارلا وبتطلب منها إنها تبدأ عرض التقرير وبتوزع عليهم كارلا صور دراعة وبيعجب العملاء بالفكرة وبيشوفوها حاجة جديدة للدعاية وبيكون سامول فرحان جدا إنه بقى بالغ ولكنه بيبقى حزين بسبب انشغال كل الأطفال ومش لايه حد يلعب معاه بس مع الوقت بيستوي بإنه كنه إنسان بالغ ده شيء مش لطيف فبيقرر إنه يرجع المدينة لطبيعتها تاني وبيكون سامول في مطعم وبيشوف اتشاز على التلفزيون وهو بيدع المواطنين اللي عندهم مشاكل إنهم يوصلوا لدرة في المكتبة أو الدولاب بسبب أسرة طولهم إنهم يزوروا كاتلدين وبيكون بيتكلم بجدية وبيخطط إنه يستخدم فكرة أبوه عشان يخلي الطيور تنتشر في العالم كله وتنشر الغاز في كل البلاد وبيعين اتشاز مقاتلين نينجا عشان يحموه لأنه متوقع إن فيه ناس أتعرضه ولما بيروح للمدرسة عشان ياخد أبوه بيكون بيتكلم في الموبايل عن خطته لتحويل نظام المدينة لنظام عالمي وإن الأطفال هم اللي يحكموا العالم وبيسمعوا سامول وبيمشي وراء الكاتلدين مع أبوه أمه وبياخد تصريح الدخول من البوابات كأنهم سائحين وبيزوروا الشركة وبيسيب أهله في الحضانة وبيروح في جولة في أرجاء الشركة ولما بتسمح له الفرصة بيهرب من الفوج السياحي وبيدور على تشاز وبيعرف يلاقيه وهو بيخطط لنشر الغاز في العالم من جهاز المبدد بس أطفال الأمن بيلحظوا وجود سامول في أماكن مش مسموح له يكون فيها فبيتردوه ولكنه بيعرف يهرب منهم وبيخرج من الشركة مع أهله ولما بيرجع سامول للبيت بيحكي لأخته على خطة تشاز الشريرة فبيعين الاتنين طفل عشان تيجي وتاخد بالها من أبوهم أمهم وبيروحوا لإسم الشرطة وهناك بيقابلوا جاسبر صاحبهم وبيحكولوا على خطورة الموقف وخطة تشاز وبيخطف تشاز أهل سامول وبيوديهم الشركة وبيروح سامول واخته مع جاسبر للشركة وبيقول تشاز إن خطته الشريرة تنتهي فورا ولكنه ما بيبقاش عارف دي جاسبر في صف تشاز وبيقرر تشاز إنه يحاول كارلا وسامول لبلغين وبيحباسهم في جهاز المبدد وبيأمر أليكسي أنه يشغل الجهاز على ما يحرر تشاز الطيور اللي هتنشر الغاز ولكن سامول وأخته ما بيتحاولوش لبلغين وبيفك روبرت نفسه من الحبال وبيحرر أولاده من جهاز المبدد وبيحصرهم أطفال الأمن لكن الطفلين بيستخدموا قفازات جوتفري القتالية وبيضربوا الأمن بيهم وبيبعت لهم تشاز مقاتلين النينجا عشان يقضوا عليهم بس الطفلين بيعرفوا إنهم يتغلبوا عن نينجا لوحدهم وبيعرف سامول إنه يوصل لتشاز بس تشاز بيستخدم اختراع أبوه اللي بيوقف الزمن وبيخلي سامول يتجمد في مكانه وبتعرف كارلا كلمة السر بتاعة جهاز المبدد بعد مساعدة جوتفري لها وبتعرف إنها تعطى للآلة وبتحرر أخوها من حالة التجميد ولما بيحاول تشاز إنه يجمده مرة تانية بيفكر تشاز قديه أبو بيحبه وقديه هو بيحب أبوه وبتقول له كارلا إنه في حاجات كتيرة الأهل بيعملوها لأولادهم زي إنهم بيغطوهم وقت النمعة السرير وبيعملوا الأكل وبيوروهم حاجات جديدة وبيعلموهم الصح من الغلط وبيخلوا بالهم من أطفالهم لما بيكونوا مرضى وبتقول إن الأهل دول هم معلمينهم وحماهم وإنهم بيخلوا بالهم من أطفالهم وبيحبوهم من غرقية مقابل وبيقول سامول إنهم لسه يعيشوا حياتهم بهم أطفال وفي النهاية هيكونوا بالغين من مرور السنين وإنهم لازم يستمتوا بكل لحظة من لحظات طفولتهم فبيتأثر تشاز وبيقتنع بكلامهم وبيتحكم في الطيور وبيخلهم يرجعوا تاني للشركة وكمان بينشر الغاز في المدينة وبيخل الوضع يرجع طبيعي تاني زي زمان وبتكون كارلا واخوها فرحانين جدا برجوع أهلهم لحالتهم الطبيعية وبيبقوا مقدرين قيمتهم وبيوحضن سامول أبوه وبيبقى مش محرج منه زي زمان وبيعتذر جات فريل ابنه على إنه بيهمله وبيوعده إنه هيكون دايما الأولوية القصوى ليه وفي يوم بيروح سامو أخته مع أهل العطلة وبيسافره وبيبقى لسه جاك ومرسى في السجن ومحدش فكيرهم الفيديو ده كتبه كريم أشرف وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعمله فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام